وهو منتخبنا الوطني وفي الفترة الحالية بعد خروج المنتخب الوطني من دور الستاشر أمام الكنغو وكان عندنا أمل أمل يعني أن المنتخب مصري يكمل بعد ما الحظ مش هقول اجتهادنا لا بعد ما الحظ لعب معنا دور في دور المجموعات بعد ما خرج بعد ما كملنا وما كانش يادا مقنع قلنا ممكن يكون فيه طفرة ممكن يبقى فيه تحول لكن للأسف كان فيه خبة أمل كبيرة جدا وفيه إحباط كبير جدا في الشارع الرياضي خاصة أن كرة القدم هي البسمة الوحيدة للإنسان المصري اللي ما بيصحى من نومه يشوف نادي المفضل سواء النادي الأهل هو بيكسب بطولات وهو على منصات التتويج أو منتخبنا الوطني اللي احنا بنحطه دايما هو يعني منصة الأندية كلها لداء فعلا كان مخاب للأمال افتقدنا للروح افتقدنا للجماعية افتقدنا يكون عندنا مدير فني كبير يقدر يدير منتخب مصر رغم توفير الإمكانيات بشكل كبير جدا ورغم الراتب الكبير اللي بيحصل عليه المدير الفني فيتوريا شفنا المدير الفني الرأس الأخضر وهو بيواجه منتخب مصر بعد النتيجة 2-2 تخيل فارق الراتب اللي بياخده فيتوريا 200 ألف يورو في الشهر مقابل المدير الفني الرأس الأخضر اللي بياخد 2500 يورو في الشهر شايفين الفارق فدلوقتي فيه إحباط كبير جدا في الشرع الرياضي تعالوا نشوف كشف حساب للاتحاد المصري اللي اختار فيتوريا كشف حساب للاتحاد المصري اللي بيدير الكرة المصرية علشان نشوف احنا وصلين لفين ياريتوا عرضولنا دلوقتي كشف الحساب وانا بتكلم على الهوى كشف الحساب زي ما احنا شايفين ده كشف حساب المجلس الحالي لاتحاد الكرة المصري اولا خسارة بطولة امم افريقيا عشرين واحد وعشرين بعد توليهم المسؤولية وعايز اقف عند النقطة دي الاتحاد المصري برئاس السلس جمال علام جيف خمسة يناير عشرين اتنين وعشرين نهاء البطولة دي نهاء البطولة دي كان في عشرة اتنين ووجهنا السنغال اتخذ مصر قدم نسخة قوية جدا في هذه البطولة بالرغم ان اتحاد الكرة كان لسه جاي وبعدها بايام معدودة منتخب مصر هيلعب البطولة منتخب مصر لعب في الافتتاح نيجيريا لعب امام الكاميرون لعب امام المغرب لعب امام السنغال كلها فرق من العير الثقيل وبعد وصول منتخب مصر للمباراة النهائية وكانت بطولة قوية جدا اتحاد الكرة خد قرار غريب وقتها الاطاحة والاقالة بجهاز كيروش ولسه هنرجع تاني نبدأ البداية من الصفر هل انت النهاردة لما جيتك اتحاد كرة مصري عايز تنسف اللي الناس عملته قابلك وعايز تبدأ من الاول عشان تنسف النجاح ليك النهاردة قرار الاطاحة او الاقالة كيروش وراجل بقول لحضراتكم تخال انت في النسخة الحالية وانت بتلاعب موزنبيك بتلاعب غانا وهي مش في اضعف نسخة بتلاعب الرأس الاخضر وبتحقق النتائج دي وبتخرج امام الكنغو طب شوف كيروش في عشرين اتنين وعشرين وهو بيلعب نيجيريا وبيلعب بيلعب امام المغرب وبيلعب امام السنغال وبيلعب امام الكاميرون منتخبات من العير الثقيل وبتاخد قرار غير مدروس بالمرة غير مدروس بالمرة عشان نرجع للمعاناة مرة اخرى كنا ممكن في الوقت ده نقدر نبني على كيروش وعلى اللي عمله كيروش وفيه ما بعد الامر التاني ازمة كيروش ومطالبته بمستحقاته دخلنا في ازمة وقتها وكيروش تصريحات من هنا ومن هنا والتحاد الكرة المصري ما اقدرش وقتها الملف بحنكة نهار ده عندك مدير فني كبير ليه اسمه وبدأ يطلع تصريحات توسيق للكرة المصرية وبالمناسبة لحد اللحظة دي ممكن يكون كيروش ما اخدش مستحقاته واللي انا متأكد منه ان الجهاز الفني المعاون المصري لكيروش ما اخدش مستحقاته هي دي الادارة وهو ده الاتحاد المصري من وقت ما جه في خمسة يناير وبدأت المشاكل تظهر نقطة اخرى في كشف الحساب اخفاء خطاب الكاف الذي يشير فيه الى نهاية دوري ابطال افريقيا من مباراة واحدة واذا كان يرغب في استضافة النهائي عارفين احنا وقتها مش كهة الكبيرة اللي حصلت نادي الاهلي ووصول المباراة النهائية امام الوداد وياترى المباراة في اين هتتلعب في القاهرة ولا هتتلعب في المغرب وبعد كده اتحاد الافريقى بعت خطاب للاتحاد المصري لو حابين تنظمه والجواب تم اخفاؤه والمباراة راحت للمغرب وكسب وقتها الوداد باهمال من الاتحاد المصري لكرة القدم وكان وقتها الموضوع يعني فيه كلام كتير وقتها نقطة اخرى تراجع بل وغياب كامل للدور المصري في الاتحاد الافريقي لكرة القدم مش انا لا هقول انا عايز اشاهد الناس كلها شوفوا واحد اسمه فوزي لاججع رئيس الاتحاد المغربي شوفوا دوره مع بلده المغرب دوره مع الاتحاد الافريقي شوفوا دوره مع الاتحاد الدولي مع منتخب بلده وسعيوا ان كل البطولات تكون موجودة في المغرب زي تنظيم كاس العالم الاندية زي المباراة النهائية امام الوداد اللي الجواب تم اخفاه من قبل النادي الاهل او من قصد من الاتحاد المصري عشان النادي الاهل ما يكونش موجود طرف شوف منتخب المغرب وصل فين تحت قيادة رئيس الاتحاد المغربي فوزي لاججع في كاس العالم هو ده هو ده المسؤول اللي احنا عايزينه علشان يقدر يدير كرة المصرية ويحارب على كرة المصرية في كل المحافل نروح لنقطة اخرى منتخب الفين وستة هنروح بقى على مستوى المنتخبات منتخب الفين وستة يخسر لقب البطولة العربية ستمبر عشرين اتنين وعشرين يعني بعد تواليهم المهمة حوالي تسع شهور فشل منتخب مصر الناشئين موليد الفين وستة في التأهل لبطولة امم افريقيا التي اقيمت بالجزائر منتخب مصر موليد الفين وثلاتة يخسر لقب البطولة العربية التي اقيمت بالسعودية خروج صعب من بطولة امم افريقيا للشباب التي اقيمت بمصر بالخسارة من السنغال بربعية في فبراير عشرين تلاتة وعشرين دون ان يسجل هدف حتى بعد ان تعادل مع موزنبيك وخسرة من نيجيريا والسنغال منتخب الفين وخمسة يخسر بطولة شمال افريقيا التي اقيمت في نوفمبر الماضي ويحصد المركز الثالث من اجمالي خمس منتخبات لو انت بتخطط لكرة المصرية لو بتخطط صح لكرة المصرية وعايز تروح بطولة افريقيا للكبار ويبقى ليك فيها دور مهم جدا لازم تبتدي من هنا كان من منتخبات 2006 و2003 و2005 ولازم تبني صح ولازم تبني صح كرة المصرية في 2006 لما قامت وخدنا وكلنا بنضرب المثل ب2006 و2008 و2010 كان ايه وقتها حال الكرة المصرية كان عندك منتخبين منتخب 81 ومنتخب 83 منتخب بقيادة حسن شحاتة ومنتخب بقيادة شوء غريب ده كان منتخبات نشئين وشباب وشوف الاسماء اللي كانت مسكة المنتخبات وقتها بتاخد برونزية العالم كأس العالم في الارجنتين وهنا بتحصد بطولة أفريقيا للشباب او للنشئين مع كابتن حسن شحاتة وقدرت تطلع جيل او جيلين لمنتخب مصر بعد كده بتقدر تاخد بطولة أفريقيا التخطيط ما بداهش من فوق التخطيط ما بداهش من فيتوريا واللعيبة فيه الدور الممتاز لسه هنتكلم عنه لا التخطيط بيبتدي من تحت لما تشوف خسارة 2005 و2003 البطولة اللي نظمناها في مصر ومنها بيروح أربع فرق أو ثلاث فرق لكاس العالم وانت بتخسر أمام السنغال وبتتعادل أمام مزنبيك وكان المستوى هزيل وضعيف هو ده مستوى النشئين في مصر وهي ده مستوى المنتخبات وهو ده التخطيط لكرة المصرية طب تعالوا نشوف وإحنا بنتكلم دلوقتي لسه هنروح لفيتوريا وهنروح لكاس الأمم والتشكلات الغريبة والعجيبة وكأن المدرب أول مرة يمتخب مصر وما يعرفش إمكانيات لعبيه غير في كاس الأمم الأفريقية تعالوا نروح لللقطة الأسوأ اللقطة الأسوأ اللي احنا بنفضل نعاني منها لحد دلوقتي وهنفضل نعاني كابتن أو مهندس هانيا بوريدا في 2019 لما خرجنا هنا من كاس الأمم الأفريقية قدم استقالته قدم استقالته هو وبقية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم بعدها عدنا ما يقرب من سنة أو سنة ونص في لجنة معينة كانت بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم بعدها مفروض يبقى عندك انتخابات قوية تفرز عن مجلس الاتحاد لكرة القدم قوي يدير الكرة المصرية ويخطط للمستقبل يا طرى الانتخابات كان شكلها ايه وقتها؟ ما تعرضوا لنا كده عشان نشوف القيمتين القيمتين اللي كانوا نازلين وقت انتخابات اتحاد المصري لكرة القدم في خبات اتحاد الكرة في يناير عشرين اتنين وعشرين القيمة الاولى كان فيها لأستاذ جمال علام كان نازل مين قدامه القيمة التانية لأستاذ محمد ابراهيم مع كامل الاحترام ليه رئيس نادي بولاء الدكرور ده كان نازل على منصب الرئيس تاني عشان نفكر الناس احنا بنتكلم دلوقتي في فيتوريا وبنتكلم عن اللعيبة وبنتكلم عن التشكيل وبنتكلم وانسينا البداية البداية اللي ما كانش فيها تخطيط وكان هو ده الشكل اتحاد الكرة في انتخابات وفي يناير عشرين اتنين وعشرين كان عندنا قيمتين قيمة فيها لأستاذ جمال علام رئيس ومين كان نازل قدامه استاذ محمد ابراهيم رئيس نادي بولاء الدكرور ما احترامنا الشديد لكامل الاسماء الناب استاذ خالد الدرندلي نازل قدامه الاستاذ محمد حسني عضو مجلس ادارة نادي سهاج نادي للرئيس هو ده اتخابات على منصب الرئيس وناب الرئيس نشوف بقى العضوية اللواء محمد حلمي مشهور كان نازل قدامه مؤمن جاد مدير كرة بنادي سهاج استاذ محمد اب الوفا نازل قدامه الاستاذ اسامة محمود او القايمة التانية يعني اسامة محمود مدير فني بنادي طهطة بسهاج هو كل القايمة التانية كانت نازلة من سهاج القايمة الاولى كان ايضا بيضم كابتن حازم امام محمد بركات الاستاذ زهاب الكومي حاج عامر حسين والاستاذ دين الرفاعي دي القايمة الاولى القايمة التانية استاذ محمد حسن امين صندوق نادي طهطة بسهاج الاستاذ مصطفى محمد عضو فرع سهاج الاستاذ حامد مرتضى عضو مجلس ادارة نادي المراغة بسهاج اسلام عبد رب النبي عضو مجلس ادارة مركز شباب سهاج نيفين جمال لعبة معتازلة طب ما كتبتواش ليه مركز شباب سهاج بالمرة ما هي خلاص كلها سهاج يا طرى شكل انتخابات ده شكل انتخابات ده يفرز عن قايمة تقدر تطور كرة المصرية تقدر تدير اقدم اتحاد في قارة افريقيا اتحاد مؤسس لكرة القدم الافريقية ومؤسس للكاف هو ده شكل انتخابات والناس جاية تتكلم دلوقتي في فيتوريا طب مين الاختار في فيتوريا ما هو حضاك القايمة اللي جات تخيل ان انتخابات الاندية اقوى من اتحاد الكرة فاكرين انتخابات لا دي ما لازم ناس تكون مسؤولة لازم ناس تقدر تدير لازم ناس تاخد قرار لازم ناس متفرغة مش ناس قاعدة في البرامج لـ 24 ساعة لو انت عايز تدير صح وكانت اللقطة الاولى تكون صح عشان ما نعنيش بعد كده وبنتكلم دلوقتي عن دوري ممتاز دوري ممتاز بنتكلم ان عندنا اقوى دوري لا ما عندناش اقوى دوري احنا دلوقتي فين الاندية الجماهيرية دلوقتي بقت اندية شركات واندية مؤسسات وبقى فيه غياب كامل للاندية الجماهيرية فين لعب الكرة لما كان بيروح محافظة ما ويلعب وبيلعب ودام ستين وسبعين الف ما دي خبرات كبيرة فين حضور الجماهير في الدوري الممتاز فرحنا لما قلنا فيها الفين وثلاث تلاف هل ده يليق بالكرة المصرية دي كلها عوامل لو احنا عايزين نحط يدينا على الصح لازم نتكلم ونقول الغلط فين عشان نبدأ نصلح ان مصر اسمها كبير والرياضة المصرية اسمها كبير بتتكلم عن مصر اللي حصل على سبع بطولات افريقية سبع بطولات افريقية ما احترامنا لكل دول القرى ما فيش دولة حصل على سبع بطولات افريقية اسم مصر كبير فلازم المسؤولين اللي بتدير لازم تكون على قدر المسؤولية انا وردت لحضراتكو البداية اللي كانت غلط ابني عليها بقى حاجات كتير غلط فيتوريا والراتب بتاعه وضربتلكم مثل براتب المدير الفني لفريق زي الرأس الاخضر بياخد 2500 يورو وضي فيتوريا بياخد 200000 يورو شايفين شتان الفرق ما بين دا ودا وقرارات كتير كانت غلط بنت عليها شوف فيتوريا النهاردة في مبارياته في كاس الامم موزنبيق بدأ بتشكيل يجي يدخل على غانة يبدأ يدخل عناصر تانية كأنه داخل البطولة ما يعرفش لعبته ولا عارف مستوى اللعيبة ولا عارف الكرة الافريقية يدخل على رأس الاخضر تلاقي تشكيل تاني وتغييرات اخرى يدخل على الكنغو تلاقي عناصر جديدة في ايه؟ حتى شوف المباريات اللي احنا لعبناها مع فيتوريا قبل كده اقوى ثلاث مباريات لعبهم فيتوريا كان امام متخب الجزائر تهى واحد واحد تونس كان في مصر خسرنا كان بلجيكا كسبنا بلجيكا لكن الاداء طول المباراة او طول تسعين ديئة كنا بندافع كانش فيه شكل حلو هو ده دي مباراة فيتوريا تخطيط كارسي حتى لكاس الامم شوف اللعيبة وهي رايحة فين الرفع الروح المعنوية او فين الحماس داخل الملعب التسعين ديئة فرق زال كونغو دي ما احترامنا او صمع ركلات ترجيح فيه احباط كبير جدا في الشارع الرياضي لازم اتحاد الكرة يراجع مرة تانية الناس لحد الوقت مفيش قرار اتاخد سواء في جهاز فني او في اتحاد كرة او في اي امر طب حتى بيان اعتذار للشارع الرياضي اعتذروا للناس حتى ونسيب العمر للناس اذا كانت الناس تتقبل الاعتذار ولا لا نروح لمدخلة مهمة دلوقتي مع واحد من نجومنا نجوم النادي الاهل السابقين طبعا واحد كان موجود في جهاز كيروش اللي انا بقول كان قرار غلط رحل كيروش في